بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بكم النهاردة هنتكلم عن رجل عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف عندكم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه المعروف والمشهور ابن أم عبد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما احنا بنذكره بنتذكر قوته في القرآن الكريم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم سبعين صورة ما نازعني فيها أحد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقول أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم سبعين صورة أنتوا عارفين القرآن كله قديه 114 يعني تجاوز النص بكتير قوي سبعين صورة ما نازعني فيها أحد يعني متمكن جدا وخده من النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الأول له عبدالله بن مسعود له قيمة علي أول عبدالله بن مسعود بيدينا درس عظيم جدا جدا غير أنه هو متمسك بالقرآن الكريم وفقيه وقريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إحنا بناخد درس عظيم جدا أن الإنسان مش بالمظاهر الإنسان مش بالمال الإنسان بيقيمته الإنسان بتقربه إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان بيتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإنسان الحقيقي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان نحيفا وكان أصمر وكان قصيرا وفي يوم الأيام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بيصعد شجرة اسمها شجرة الأراك والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فلما صعد عبدالله بن مسعود رضي الله عنه هذه الشجرة ضحك الصحابة منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون اضحكوا عليه اتضحكون من دقة ساقيه انتو بتضحكوا علشان رجليل اتنين رفيعين يعني والله انهما في الميزان اثقل من جبل احد النبي صلى الله عليه وسلم بدينا درس بليغ جدا بيقول لنا ان عبدالله بن مسعود ده رجل عظيم جدا وميزانه ثقيل عند الله سبحانه وتعالى عبيع عمل حسنات كتير قوي وفي نفس الوقت انتو بتنزروا للناس بالشكل وبالمظاهر لا ممكن انسان تجد ان هو طويل وعاريد ولابس شيء جدا وبتاع ولكن هو لا يسوي عند الله شيء ممكن ربنا صلى الله عليه غضبان عليه فالانسان مش بالشكله ولا الانسان بفلوسه الانسان بتقربه الى الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة دروس كده يعني مش شرط بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا نقعد في المسجد ويلا بينا نسمع درس او خطبة جمعة لا الدروس كده عملية واحنا وقفين كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيديهم درس عملي خلي بالكم الانسان مش بهدومه الانسان مش بمنصبه الانسان مش بماله لا الانسان بقيامته الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى اسأل نفسك ربنا بيحبك ولا لا كل الناس بيقولوا ربنا بيحبنا مش المسألة ان انت تحبه ربنا المسألة ربنا يحبك ها ربنا بيحبك ولا لا طب تعرف إزينا ربنا بيحبك ولا لأ اعرف هل ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك للطاعة يعني إحنا كلنا بنصلي الصلوات الخمسة الحمد لله طب بعد ما صليت صلوات الخمس بتقول أذكار الصلاة ممكن يقول لك وناس تقول لك أنا بقول أذكار وناس يقول لك يا أنا بنز أو التوفيق ربنا سبحانه وتعالى لك إن أنت تقول أذكار الصلاة ختم الصلاة دي ده توفيق يبقى ربنا بيحبك في ناس كتير وازمينة كتيرة بلهم بيصلوا كتير اول لما يخلى الصلاة ما تعرفش ايه اللي بيحصلوا بيصلوا غيبوبة ايه الغيبوبة دي ايه فكر ان هو عاوز الشري بطاطس عاوز يروح مش عايف هو زبته فين وتاب والاسكار بتاعة الصلاة مش موجودة معاه ربنا مش بيوفق اما لو ربنا وفقك للحاجات الشبه دي ان انت بتقول الاسكار ختم الصلاة ربنا يوفقك ان انت تصلي الصلاة في وقتها ربنا يوفقك ان انت تقرأ القرآن كل يوم كل ده معنى ان ربنا بيحبك اما بقى لربنا لو مش بيحبك يبقى انت حتنسى الصلاة حتنسى الاسكار ممكن ما تصليش خالص بتجدب فانت عرفت بقى ازاي ربنا بيحبك ولما يحبكش بتقربك الى الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم بدينا درس بليغ من عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اتضحكون من دقة ساقيه والله انهما في الميزان اثقل من جبل احد عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا اله الا هو ما نزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم الا وان اعلم اين نزلت وفيما نزلت والله لو اني اعلم ان رجل اكثر مني علما في مكان ما تبلغه الابل لذهبت اليه عبدالله بن مسعود بيقول لك خلي بالك انا مش حافظ القرآن كده وخلاص لا انا عارف كل آية وحافظها فين الرسول صلى الله عليه وسلم قالها هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قالها في شهر رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل في الحتة الفلانية وكان جنبه كذا عارف كل حاجة عبدالله بن مسعود عارف ان الآية دي نزلت في فلان لما عمل الموقف كذا الآية دي نزلت في المدينة ما نزلتش في مكة ده عالم عالم كبير انت ممكن تبقى حافظ القرآن كل رمضان تقرأ المصحف كل تعرفش الآية دي جات فين ولا هي مكية والمدنية ولا حتى الكلمات اللي بتيجي على وانت بتقرأها كده كلمات ممكن تبقى انت بالنسبة لك غريبة يعني ممكن ما تفكرش مثلا ولا في مرة كده انك تفتح مثلا كتاب تفسير او تفتح مثلا اليوتيوب تعرف مثلا تفسيري الكلمة دي لا انت بسم الله ما شاء الله تقرأ قرآن كده ايه عاوز تخلصه مثلا خمس مرات عشر مرات طب والكلمات اللي انت بتقراها الغريبة عنك شوي مش بتفكر تعرفها قوله والله احد الله والصمد لو حد سألك في الشارع يعني ايه الصمد هتعرف ولا لأ مش هقلها لك شوفك في كتب التفسير وانت هتعرف فعبدالله المسعود رضي الله عنه بيقول لك انا عارف جميع الايات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عارف كل حاجة قلت عارف التفاصيل احنا عوزين برضو نعرف في التفاصيل دي ليه ما نعرفش التفاصيل القرآن الكريم التفاصيل دي مش هتعرف كده وانت قاعد تفتح كده الكتب وتقرأها لازم يباليك معلم ولازم تسمع طلب العلم وافضل حاجة تتعلمها هو القرآن الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أخرى خيركم من تعلم القرآن وعلمه أحسن واحد فينا مين اللي بيقرأ القرآن اللي بيحفظ القرآن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه اللي بيتعلم والمعلم وخيركم من تعلم القرآن وعلمه يبقى فيه أفضلكم وخيركم ده حاجة عظيمة جدا أنت عاوز أكتر من كده إيه أحسن واحد في الكون أنت اللي بيحفظ القرآن ده واللي بتعلم القرآن الكريم بس مش تتعلم القرآن الكريم وبتعملش به لا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا القرآن واعملوا به مش اقرأ القرآن بس ويبقى صوت يحلوا بس وخلاص لا اقرأ القرآن واعمل به الكلام ده بالنسبة لك أنت هتحدي لأن في حاجات أنا وإنت مش هنعرف نعملها البيئة اللي احنا عايشين فيها والتربية في حاجات تحديات اللي بيتغلب على التحديات دي هو يدخل الجنة بقى وهو يكون مقامه أعلى فأنت في تحدي في تحدي أن أنت تبقى كويس فقرأوا القرآن وأعملوا به هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 848 حديث منهم تقريبا حاجة و600 حديث كده متفق عليه يعني البخاري ومسلم متفق على الحديث دي يعني عبد الله بن مسعود رجل عالي رجل عظيم جدا نحن لابد أن نقتدي بهؤلاء الصحابة الأعلام عبد الله بن مسعود وأبو غرير رضي الله عنه وحذيفة بن اليمن وآخرين أنت لما تعيش مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتتعلم دروس عالية أول دروس بتاخدها أن تتبقى مؤدبة ومحترمة زيه أحسن ناس مؤدبة ومحترمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بلغون القرآن أفضل ناس بعد الأنبياء طبعا أنتم معارفين أعزاكم الله الشيعة بيسبوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيشتموهم يا خبر أبيض ده أنت لما تشتموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنتوا كده بتقدحوا في الدين طب ليه؟ لأن الصحابة دولة اللي أنتوا بتشتموهم هم اللي نقلوا الدين لنا فمنفعش نحن نشتم الصحابة ولا نسبوهم ولو أنت شتمت الصحابة وسبتهم بيقى أنت عندك حق غلط أنت فهم غلط شو ممكن لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنه ورضو عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم سبعين صورة ما نازعني فيها أحد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الكلام الجميل اللي كان بيقول الأصحاب بيقول لهم أغدوا معلما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك عبد الله بن مسعود بيحط قواعد عالية جدا يقول لك إما تبقى عالم أو متعلم أو مستمع ما هي قدرات برضو واحد بيبقى عالم بيحب يعني إيه واحد بيبقى عالم بيحب يعرف التفاصيل للتفاصيل وبيحفظها واحد تاني أقل منه درجة بيبقى متعلم يعني أقل من العالم شوية وفيه واحد تاني بيحب يستمع إلى الدين وبقى فاهم برضو ولا تكن الرابع إيه الرابع ده اللي هو السبهللة ولا عالم ولا متعلم ولا مستمع أي حاجة تيجي على دماغه زي ما يقول لك بيهبد خد بنصيحة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة هكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينصحك بنصيحة غالية أبو موسى الأشعري بيسألوا الصحابة عن بعض الأسئلة كده في المواريث فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاوب فأبو موسى الأشعري لما لاحظ أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيجاوب إجابة رقية جدا وقوية قال لهم لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر لما أنا وعبد الله بن مسعود نبقى موجودين بعد إذنكم ما تسألونيش اسألوا رجل ده خلاص بقى عرف إيه قمته قمته علي جدا عبد الله بن مسعود بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أمرت أحدا من غيري مشورة لأمرته عبد الله بن مسعود ابن أم عبد نحن بناخد درس داني ده مش عبد الله بن مسعود كده مثلا رجل بيقرأ قرآن كده وخلاص لا ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجل فقية ورجل عالم ورجل إداري يستطيع أن هو يكون مسؤول عن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنا ممكن أوليه بدون مشورة ده أنا واسخ فيه جدا طب ده رجل نحيف رجل ضعيف رجل أصمر احنا مش بنبصل الإنسان بكده بنبصله بمؤهلاته بمؤهلاته العلمية وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو بيقرأ سورة يوسف عبد الله بن مسعود بيقرأ سورة يوسف وجل الرجل ده قال له ما هكذا أنزلت على رسول الله يا جامد ما هكذا أنزلت على رسول الله فقال عبد الله بن مسعود لقد قرأت هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليه أحسنت انت عاوزي تاني انت راح فين انت بتكلم مع عبد الله بن مسعود ده رجل عالي جدا فيه واحد كده بيصلي مأموم وراك تبقى أنت مثلا بتقرأ في سورة الأحزاب هو يفتح ليك في سورة العراف طب أنا في الأحزاب دلوقتي هو راح في حتى موصم ففيه ناس كده يقول لك كده في وقت مش مظبوط فجيه واحد منه كده العبد الله بن مسعود بيقول لهم خلي بالك عبد الله بن مسعود السورة دي كده مش مظبوط قال له ازاي ده أنا قد قطع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليه أحسنت ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له اقرأ علي سورة النساء فعبد الله بن مسعود يعني تحرك كده قال له يا رسول الله يعني أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعبد الله بن مسعود حسبك كفاية احنا طبعا لازم لما نيجي نسكت في القرآن الكريم نقول صدق الله العظيم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله بن مسعود حسبك ما قالوش صدق الله العظيم عبد الله بن مسعود استنى دلقتي طبعا صدق الله العظيم دي في اي وقت ممكن اقولها عن من بارول صدق الله العظيم حيث قال كذا وكذا صح قل صدق الله كلام مصبوط بس موضعها بقى كل ما جاء أن تهي من القراءة أقول صدق الله العظيم دي مش موجودة عن الصحاب ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها بعد أن ينتهي من قراءته ولذلك لما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قارع عليه سورة النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم له حسبك كفاية خلاص كده تمام فإحنا عاوزين نقرأ القرآن غضا طريا كما نزل ما نألفش فيه ولا في بدايته ولا لما نقرأ القرآن ولا بعده ملتزمين أصلا ده قرآن يعني ونقضوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نحاولش بقى نحرح أنت دولتي لما بتيجي بتعتص بتقول الحمد لله صح تمام منك تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله أكبر الله الحمد تقول بقى ومنكم واحد يقول لي ما هو ذكر بطولة لا هو لما بتعتص تقول الحمد لله بس مش بس دي مع الكلام لا بتقول الحمد لله خلاص خلاص انت ليه بتعمل كده عشان هي جات كده فلما يجي لنا الدين ناخده كما جاء ما نألفش فيه دي حاجة مهمة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم بيمدح عبد الله بن مسعود في حديث قوي جدا الرسول صلى الله عليه وسلم كان طالع قبل صلاة الفجر هو أباكر وعمر أباكر عن يمينه وعمر بالخطابة على الشمال على طول معاه هم طالعين كده ريحين المسجد فشافوا مين اللي بيقرأ في المسجد عبد الله بن مسعود لا قاعد كده قاعد ايه ده بيصلي وبيقرأ كده بيداند يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم بجلالة قدري تنه من بعيد كده وبيسمع عبد الله بن مسعود ده هيدا بيتدبر النبي صلى الله عليه وسلم عصول عبد الله بن مسعود بيقرأ القرآن من قلبه بيعمل به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعد ما قرأ عبد الله بن مسعود وانتهى من صلاة رفع ايديه وتنه ويدعي تنه ويدعي طبعا الرسول مسامه هو بيديه بيقول ايه بس الرسول من بعيد بيقول ايه سلتعطى يا ابن مسعود سلتعطى يا ابن مسعود سلتعطى يا ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم بيأمن على دعائه الله ده حاجة عظيمة جدا عبدالله ابن مسعود طبعا عبدالله ابن مسعود مش شايف الحدث ده خالص والرسول صلى الله عليه وسلم روح البيت عشان بيجهز نفسه لصلاة الفجر وبع كده جي أبو بكر الصديق رضي الله عنه راح باع صلاة الفجر لعبدالله ابن مسعود عشان يبشره ان الرسول صلى الله عليه وسلم شافك من بعيد وانا كنت معاه وحصل الواحدين ثلاثة وقال لك سلتوعة ابن مسعود والرسول دعلك انا ببشرك يعني بعد شوية كده جي عمر بن الخطاب داخل على مين على عبدالله المسعود قال له خلي بالك او بكر جي قبلك وبشرني قال يا انا كل المجاة سابق او بكر الصديق في عمل خير او بكر الصديق يسبقني ويسبقني الى الله سبحانه وتعالى دي بشرة كنت عاوز اقول لك بس هو بقى او بكر الصديق ده عنده هم علي احنا بناخد درس كبير قوي من الكلام اللي قلته اول حاجة ان الصحابة ليهم حب مع بعض احنا ليه مثلا لما تشوف واحد متميز عنك مثلا في القرآن الكريم ولو متميز عنك في علم من العلوم او حتى مش من العلوم الشرعية لو واحد متقدم عنك في علم من العلوم الدنياوية ليه بنحسط بعض وليه من الدائم من بعض لا لازم يبقى قلبك صافي او بكر الصديق رضي الله عنه هو سبق الصحابة بايه ما هي صلاة وصوم وقيام ليل كلنا بنعمل كده فالصحابة رضي الله عنه بيقول او بكر صديق سبقنا بشيء وقر في صدره او بكر صديق سبق الصحابة في ايه حاجة في قلبه عنده اخلاص اعلى شوية عنده تقرب الى الله اعلى شوية يعني الموضوع ملمس جامد معاه احنا كلنا ممكن نصلي نقف صف واحد ونصوم بس واحد ممكن يكون بيصلي وسرحان واحد بيصلي وزهقان كده يعني اما في واحد بيصلي خلاص صلي صلاة مودع قلبه كله مع الله سبحانه وتعالى فيه فرق بينه وبن بعض فاو بكر صديق سبق الصحابة بنيته وسبق الصحابة بقلبه فبين الصحابة وبين بعضهم ما فيش غل ولا حسد ولا كذا وكذا طبعا فيه بعض الحاجات الخفيفة يعني ولكن شوفوا او بكر الصديق رضي الله عنه بيدينا درس قوي جدا رح يبشر عبد الله بن مسعود بالبشر دي لا ومش او بكر بس عمر بن الخطب قلوبهم صفية جميلة جدا احنا لما قلبنا تبقى زي قلوب الصحابة حنرتقي وربنا حيكرمنا سبحانه وتعالى هذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اردت اننا يعني اخذ طرفا من حياته ومن صيرته حتى نقتدي بهذا الرجل العظيم اسأله العظيم رب العشر العظيم ان يحشرنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والصحابة الكرام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة